بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الرئيسة دكتورة ناهد عشري وزيرة العمل رئيسة المؤتمر رئيسة هذه الجلسة ومعالي الرئيسة المغادرة الأستاذة هند صبيح براك الصبيح وزيرة عمل والشؤون الاجتماعية رئيسة المؤتمر معالي الدكتور أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأرجو أن أعتبر أن تعتبر كلمتي هذه استكمالاً لما تفضل به معالي وزير العمل الأردني وأود أن أضيف بأن عمان العرب قد شهدت قبل عقود قليلة قمة الوفاق والاتفاق وأن كويت العرب شهدت في هذا الصباح قمة التوافق والتآزر والتعاون لذا فإننا نمد بأيدينا إلى الأستاذ فايز نمطيري بالتهاني والتبريك وبدايةً يطيب لي أن أستهل كلمتي بأجزل الشكر وأوفره لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً على استضافة اجتماعات مؤتمر عمل العربي في دورته هذه الثانية والأربعين وعلى الرعاية الكريمة للمؤتمر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وشكر موصول أيضاً للقائمين على المؤتمر على ما لمسناه من حسن التنظيم والإعداد وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما نسجل أوفر التقدير والاحترام لمعالي الدكتور أحمد لقمان الذي برع وأبدع في قيادة منظمة العمل العربية لتحقيق أهدافها السامية باعتبارها من مؤسسات العمل العربي المشترك التي تجمع بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في آن واحد كما لا يفوتني شكر الدكتور لقمان على عظيم تعاونه مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في الدول العربية وشمولها بصفة مراقب في أعمال المؤتمر وسعيه الدؤوب لإنشاء رابطة لهذه المجالس تمكنها من المزيد من التعاون فيما بينها لتلبية تطلعات الشركاء الاجتماعيين كافة من خلال الحوار الاجتماعي وتضعها في موقع متقدم على الخارطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها وإننا لواثقين بأن خير خلف لخير سلف في موقع قيادة المنظمة سوف يستمر على هذا النهج بالاهتمام بتعزيز دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية ويوليها نفس الرعاية والمكانة الحضور الكريم إن مفهوم الحوار الاجتماعي المتزن والمتوازن بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات عمالية وأصحاب عمل ومؤسسات مجتمع مدني وحكومات كفيل بالتوصل إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات هؤلاء الشركاء ومصالحهم المشروعة وقد ثبت نجاعة مبدأ الحوار الاجتماعي في العديد من الدول التي اعتمدت في تقليب وجهات النظر والمواقف من المسائل الخلافية وتقليص حدة الخلافات والنزاعات بل وساعد في التوصل إلى توافقات على حلول ناجعة لها وفي بناء توافق وطني واسع حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية كما وسع الحوار الاجتماعي دائرة صنع القرار بين الحكومات والأطراف الاجتماعية وساهم أيضاً في تعزيز مصلاقية السياسات والقرارات التي تمسوا حياة الفئات الاجتماعية المختلفة ومصالحها وقد قاد الحوار الاجتماعي ضمن هذا الإطار في حالات متعددة إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها قضايا ملحقة بالأنشطة الاقتصادية بل جزءاً أساسياً منها لسيما فيما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة وذلك بهدف وضع الإنسان في صلب عملية صنع السياسات ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية ولا يغيب عن الذهن في هذا السياق وعند الحديث عن حقوق الإنسان نص المادة الثالثة والعشرين من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التي تشير إلى حق العمل باعتباره الحق في اختيار العمل وفق شروط عادلة ومرضية وحق الحماية من البطالة والحق في الأجر المتساوي مع غيره في عمل مطابق لكفاءته وبما يكفل للإنسان وأسرته عيشاً يليق بكرامته ويضاف إلى ذلك أيضاً توفير الحماية الاجتماعية تتحديد ساعات العمل المعقولة والإجازات والعطلات الدورية وغيرها إن العنوان الرئيس لهذه الدورة يا سيدات والسادة والحوار الاجتماعي تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل ويعبر بشكل واضح عن الأهمية القصوى لإطلاق الحوار الاجتماعي التشاوري بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمكافحة البطالة التي يوضح تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية أبعادها وتداعياتها والتي تشكل بلا شك مخاطر جمة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا بل والسياسية والأمنية في هذه المرحلة الدقيقة من التطورات والتغيرات التي يشهدها عالمنا العربي لذا فإن الحاجة ماسة إلى تحديد رؤية جديدة وخلاقة تستهدف تحقيق التنمية والنمو وذلك من خلال إحداث تحولات اقتصادية جذرية وإقامة شراكات اجتماعية حقيقية يمكن للمواطن من خلالها المساهمة في صنع القرارات التي تمس معيشته وتصريف أموره الحياتية ويصبح هذا الأمر ممكناً فقط إذا أرسينا قواعداً لمأسسة الحوار الاجتماعي في ظل حاكمية رشيدة وإرادة سياسية جادة واسمحوا لي بالخروج على نص هذه الكلمة لأرسل بتحية إلى السيد غاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية الذي أشار صباح الأمس إلى المعضلات التشغيلية التي تعاني منها دولٌ مثل الأردن ولبنان ومصر باستضافة أعدادٍ هائلة من اللاجئين بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة وتأكيداً على ما تقدم به من نقاطٍ ثلاثة تشير إلى مكافحة البطالة لدى بالذات فئة الشباب والخريجين وكذلك ما أضفته العولمة من تحدياتٍ لأسواق العمل وبالذات في مجال سرعة الاتصالات والنقطة الأخيرة التي أشار إليها باعتبارها نقطةٍ رئيسية وهي أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الفعال الكفيل بحل مثل هذه الإشكالات لم نتمكن بالطبع من التحدث مع السيد جاي رايدر إلا في الممر لأنه كان على وشك السفر بعد العشاء ليلة الأمس ولكن ما نؤكد عليه أيضاً بأن دولنا العربية مقبلةٌ أيها السيدات والسادة على الفرصة السكانية والتي بلا شك لم نستطع الاستفادة منها كما استفادت منها دول جنوب شرق آسيا التي نهضت نهضةً شاملةً وكاملة واستطاعت أن تغزو أسواق العالم هذه الفرصة السكانية متوقع بمعظم الدول العربية الدخول فيها ما بين الأعوام 2020 إلى 2030 وبالتالي إن لم نستفد منها فسوف تتفاقم مشكلات أسواق العمل لدينا أيها الحضور الكريم أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة لقد اعتمدت العديد من الدول صيغة المجالس الاقتصادية والاجتماعية إطاراً للحوار الاجتماعي عنوان هذه الدورة بصفتها التمثيلية لأطراف وفئات اجتماعية واسعة وقد استوجب ذلك العمل بأعلى درجات الانفتاح والشفافية وتمكين المواطن من الإلمام بما تقوم به هذه المجالس والتأكيد على انتهاج التواصل مع المجتمعات المحلية بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لإثراء الحوار الاجتماعي في الأردن مثلاً جاء تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ نحو ثماني سنوات ترسيخاً للإرادة في منح المواطن مجالاً أوسع للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جوانب حياته ومعيشته وتؤثر فيها بشكل مباشر وتطبيقاً فعلياً لمأسسة الحوار الاجتماعي حيث يتم العمل بروح التشاور والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المجلس في تناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمله بصفته الاستشارية للدولة وبقدرٍ عالٍ من المسؤولية والتصميم على تقديم إضافةٍ نوعية للجهد الوطني تعين صانع القرار على اعتماد السياسات والقرارات المناسبة للهموم الوطنية وإيماناً منا بضرورة تنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية وبأهمية حشد الجهود لتصب في اتجاه ترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي وطنيًا وعربيًا لتوطيل الاستقرال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز نسيج الوحدة للمجتمعات العربية ومن أجل النهوض بمفهوم الحوار ومأسسته كوسيلةٍ مثلاء لتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي جاء تأسيس الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها متمنين أن تلقى منكم كل الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة منها الحضور الكريم وإذ أكرر شكري لدولة الكويت الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر وإلى كل الذين ساهموا في أعماله مؤسساتٍ وأفراداً وخبراء وإعلاميين لأرجو المولى جلَّت قدرته أن يوفقنا وإياكم في خدمة وطننا العربي وحمايته من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة